قدم نواب أمريكيون الخميس مشروع قانون ينص على تجديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة وكشفت النائب الجمهورية ليز تشيني أن أي اتفاق يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش بما في ذلك للمنشآت العسكرية في أي مكان وزمان وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية